بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد هذا هو الدرس الثامن عشر في الاقتصاد الكل لمبادئ السياسة المالية في إطار مشروع تعميم معرفة أرجو أن يكون ذي فائد بإذن الله مبادئ السياسة المالية دعنا نعرف الآن تعرف السياسة المالية بأنها الإجراءات والقرارات التي تستخدمها أو توظفها أو تلجأ إليها الحكومة ممثلة بسلطتها التنفيذية في مجالات الإنفاق العام public expenditure والمعونات بأشكالها المختلفة وسأشرح جزءا منها بعد قليل وطبعا إضافة إلى مجالات الضرائب taxation and taxes وعادة ما يعبر عن نشاط الحكومة الإنفاقي والضرائبي بواسطة الموازن العام general budget أمثلة على الإنفاق الحكومة government expenditure بناء الجامعات العامة والمستصفيات العامة السدود والمطارات العامة تعبيل الشوارع والطرق السريع العامة وكافة أعمال الصيانة للبنية التحتية يضاف إلى ذلك النفقات الجالية مثل الرواتب والأجور على الموظفين وكل من يعمل بجهة حكومة أو كما ذكرت طبعا قيلة عن الموضوع هذا sub-series and transfer ممكن أن تقوم الحكومة بتحويل بعض المعونات النقدية إلى بعض الأسر الفقيرة أو أن تعطي بعض منشآت القطاع العام تعويض عن مثلا قيمة صادرات أو ضرائب التي تتفحها على بعض الآلات التي استمرتها أو المواد الخام أمثل على الضرائب التي تجبيها مؤسسات الحكومة في كل مستوياتها بموجب القوانين النافذة ضريبة الدخل ضريبة المابعات الرسوم الجمهورية ضريبة المثقفات وضريبة المعارف إلى آخره يعني على شاكلة هذه الضرائب الآن أشكال السياسة المالية من المهم أن نفرق الآن بين شكلين أساسيين من السياسة المالية أو من أشكال السياسة المالية سياسة توسعية اللي هي الشكل الأساسي الأول والشكل الأساسي الثاني هو سياسة إنكماشية تتبني الحكومة عادة سياسة توسعية من أجل إنعاش الاقتصاد بواسطة المزيد من إنفاق أو تخفيض الضرائب أو كليهما بمعنى آخر أنها تزيد إنفاقها وبتخفض الضرائب نفس الوقت فهذه سياسة توسعية لكنها تقوم بعكس ذلك عندما تتبنى سياسة إنكماشية أي أنها تخفض الإنفاق أو تزيد الضرائب أو تخفض تزيد الضرائب بمعنى كليهما السياسة المالية لا بد من تتكلم بمتساوية الدخل اللي هي أجريت إنكم بتذكر طلاب الأعزاء في كل مكان بخاصة تنقص من اقتصاد جنرس يرموك متساوية الدخل وال اللي هي الأجريت إنكم أو الدخل الكلي يساوي مجموع الإنفاق الاستهلاكي الإنفاق الاستثماري الإنفاق الحكومي زائد صافي القطاع التجاري القطاع الخارج السلعي أرد أن أذكر هذا الدخل الكلي هذا الإنفاق الاستهلاكي الإنفاق الاستثماري الإنفاق الحكومي وهذا الميزان التجاري اللي هو الإكسبورت ناقص إمبورت أو الصادرات مطلح منها مستوردات فهذه الصادرات وهذه المستوردات الآن نتمم السياسة المالية تبين متساوية الدخل الكلي Y تساوي C بلس I بلس G بلس X منس M بأن الطلب الكلي الذي يتكون من الانفاق على السلعة السهلاكية معمرة وغير معمرة الانفاق الاستثماري هو الانفاق على السلعة الرأس مالية وصياناتها طبعا والانفاق الحكومي على السلعة العامة الصافية وغير الصافية وصاف الصادرات وصاف القطاع التجاري الخارجي السلعي فهذا هو الطلب الكلي أو أقل الديمان تبين هذه المتساوية بأن G مكون أساسي من الطلب الكلي ما يعني بأن أي تغيير في الانفاق الحكومي يكون له أثر واضح في الطلب الكلي الآن السياسة المالية متى تكون السياسة المالية مؤثرة حتى نجيب على هذا السؤال المهم جدا تعتمد إجابة عليه على الوضع الاقتصادي هناك حالتان رئيسيتان تتعلقان بوضع الاقتصاد الأولى إذا كان الاقتصاد يعمل عند نقطة التوظيف الكامل وأرجو من طلبتي والمستمعين مشاهدين الكرام أن يتثبتوا من هذا المصطلح ويركزوا ويخزونوا في أذهانهم التوظيف الكامل فول امبرومنت للموارد يعني بمعنى آخر كل الموارد المتاحة المتاحة للاستخدام للتوظيف والاستعمال الأرض العمالة طبعا أرض ليند العمال الليبر رأس المال الحقيقي ريال كابيتل وقدرات التنظيمية أورغانزيشن أو المانجمنت فعند هذه الحالة لا يكون هناك أثر للسياسة المالية والسعية القاضية بزيادة الإنفاق أو تخفيض الضرائب أو كليهما ما المقصود الآن أنه كل الموارد التي تقبل بأن يدفع لها السعر السائد في حالة الأرض إيجار فالإيجار السائد في تلك الفترة والعمالة معدل الأجور رأس المال الحقيقي الربح طبعا هنا أو يعني معبر عنه بواسط السعر الفائدة والقدرات التنظيمية اللي هي الربح أو الخسارة عند هذه الحالة لا يمكن أن يكون للسياسة التوسعية اللي ذكرناها قبل قليل أي أثر لأنه كل إضافة ممكن تحدث في الإنفاق ستؤدي إلى سحب موارد من قطاعات أخرى وبالتالي ينخفض الإنتاج في القطاعات التي نسحب منها موارد ويزداد في القطاع التي الحكومة عادة مثلا بتوظف في موارد جديدة ما يعني بأن الخسارة هنا تساوي الزيادة هنا بالمتوسط وبالتالي ليس هناك أثر للسياسة المالية عندما تكون توسعية في حال أن الموارد القطاعية كلها تموظفة لماذا؟ هذا هو الجواز الحالة الثانية تكون عندما يعمل الاقتصاد بأقل من طاقة إنتاجه الآن الحالة الأولى إذا كان عندي توظيف كامل ليس هناك أثر للسياسة المالية التوسعية أما الحالة الثانية عندما يعمل الاقتصاد بأقل من طاقته الإنتاجية ما يعني بأن هناك موارد اقتصادية معطلة فيستوجب ذلك تبني سياسة توسعية من أجل تنشيط الاقتصاد أما السياسة الانكماشية فعالة ما تلجأ إليه الحكومة عند حدود تضخم وارتفاع حرارة الآلة الاقتصادية المفصول هنا ارتفاع حرارة الآلة الاقتصادية أنه ترتفع الأسعار ترتفع الأسعار لكن بدون زيارة في الإنتاج سياسة توسعية التمثيل البياني عندي على المحور الأفقي الآن الدخل الكلي المحور العمودي طبعا مستوى الدخل فيه وهنا الأقر قدمان أو ما يسبب الطلب الكلي منحنة الطلب الكلي اللي هي العلاقة عكسية بين مستوى الأسعار ومستوى الدخل الكلي عندي الأقرق الصباية والعرض الكلي عند هذا الموقع فالتقاطع بين منحنة الطلب الكلي ومنحنة العرض الكلي عند هذه النقطة فينتج عنها الزوج المرتب Y1 اللي هو مستوى الدخل الأول ومستوى الأسعار P1 مستوى الأسعار الأول الآن لنفترض بأن الحكومة زادت من نفقاتها على البنية التحتية أرادت يعني في حالة أنه طبعا ما فيش عندي توظيف كامل هناك يعني حالة أنه جزء من موالي الاقتصادية معطلة فأرادت أن تبني بنية تحتية جديدة كأن نقول مطار أو سد أو جامعة أو ما شابه كل هذه البنية التحتية ما يعني بالحالة هذه بأن الطلب الكلي بأقرق الدماء سيرتفع يمكننا تمثيل الوضع كما في الإزاحة الكاملة عفوا الخطأ الطبعي هنا إزاحة كاملة لمنحنة الطلب إلى اليمين معنى آخر الآن عندما ترتفع نفقات الحكومة أو تزداد طلبات نفقات الحكومة من خلال إنفاق على البنية التحتية ينتقل الآن منحنة أو زيادة طلب على الطلب الكلي قبل شوي اتفقنا على أنه نفقات الحكومة هي جزء ومهم جدا من الطلب الكلي فعندما يرتفع الطلب الكلي من خلال إنفاق الحكومة زيادة إنفاق الحكومة وفي حال طبعا أذكر أرجوكم تتذكروا في حال أنه هناك حالة يعني تعطوا للموارد لم تصل آلة الاقتصادية إلى ما يسمى بالفول ايمفلومنت أو التوظيف الكامل الموارد وبالتالي يؤدي ذلك الإنفاق الزائد لإزاحة الطلب الكلي من AD1 إلى AD2 وبالتالي نقطة التقاطع الجريدة هنا زاد الدخل من Y1 إلى Y2 طبعا بالوقت ذاته ارتفعت أسعار من P1 إلى P2 الزيادة في الدخل هنا من Y1 إلى 2 اليمين والأسعار طبعا ارتفعت هذه سياسة توسعية نطلق على هذه الحالة سياسة توسعية أما السياسة الإنكماشية دعنا نركز على الرسم البياني الذي سأشرحه بعد قليل لنلاحظ الأثر الذي يحدث من زيارة الطلب الكلي تدريجيا الآن على المحور الأفق الدخل الكلي على المحور العمودي ومستوى الأسعار وعندي الآن الأقلق السبلاي أخذ شكلا غريب شوي صح أنه أبورد سلوبين أو يعني ميلو موجب لكنه زاد طبعا عفوا بتباطع قليل نسبة للأسعار لكن بعد قليل ارتفعت يعني بشكل مفاجئ إلى أخذ يأخذ أو يعني ما لا أخذ يأخذ الشكل العمودي فعند التقاطع الأول AD1 مع الأقلق السبلاي عند هذه النقطة وبالتالي نتج عنها زوج المرتب Y1 وP1 الآن لنفترض بأن نفقات العكومة زالت على البنية التحتية لسبب ما فارتفع الطلب الكلي من AD1 إلى AD2 وبالتالي نقص التقاطع الجديد هنا فنتج عنها الزوج المرتب Y2 مع P2 الآن لنفترض ليس من الأسباب بأن الحكومة زالت نفقاتها لا تعلم بأنه الآن الأقلق السبلاي أخذ هذا الشكل معنا أخذ في عندي full employment أو قربنا من ما يستمع بالfull employment اللي هو التوظيف الكامل الموارد فارتفع الطلب الكلي من AD1 إلى AD3 والتقاطع الآن الجديد عند هذه النقطة لكن نلاحظ بأن الزيادة في المستوى الدخل كان ضئيلا Y3 عند هذه النقطة أما الأسعار ارتفعت من P2 إلى P3 وبالتالي يعني هنا الآن أخذ الاقتصاد يلاحظ بأن الأسعار ارتفعت وكمية الإنتاج اللي هو معبر عنها بالدخل الكلي كانت قليلة نسبة إلى ارتفاع الأسعار فالزيادة في الأسعار كانت باتجاه السمه الأعلى وزيادة الطلب الكلي اللي هو طبعا الدخل من Y1 إلى Y2 كانت ملحوظة أن الزيادة كبيرة لكن في الحالة الثانية كانت الزيادة قليلة نسبيا ملخص تبعات أية سياسة عندما تعاني الآلة الاقتصادية من تباطو أو slow down وتعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية بلو كباستي تصبح السياسة المالية التوسعية ضرورية نلاحظ أنه إذا كانت الآلة الاقتصادية في تباطو معنى آخر يعني في عندي موارد بعطلة أقل من طاقة الإنتاجية كما ذكرنا هنا فتصبح السياسة المالية التوسعية ضرورية السياسة المالية من خلال زيادة إنفاق تقليل الضرائب أما إذا كانت الآلة الاقتصادية تعمل وفق طاقتها الإنتاجية وعند مستوى التوظيف الكامل للموارد فلا ينبغي أن تقوم الحكومة بأي إنفاق إضافة أو تقليل الضرائب الحالة الثالثة في حالة أن الآلة الاقتصادية تعمل بأعلى منطقة الإنتاجية ما يعني بأنها تسحب من موارد مستقبلية فإن على الحكومة أن تتبنى سياسة انكماشية سياسة انكماشية تقضي بتقليل الإنفاق وزيارة الضرائب فيؤدي ذلك إلى انخفاض مستوى الأسعار وربما زيارة ادخال الحكومة من أجل استخدامه في المستقبل يحدث الركود التضخم إذا تبنت الحكومة سياسة انكماشية في وقت يرتفع عنده مستوى الأسعار العام أي في وقت التضخم الإنفليشن إذا الحكومة زالت الضرائب على سبيل المثال فهي سياسة انكماشية وبالوقت الذي كانت الأسعار أو مستوى الأسعار يرتفع معنى ذلك أن الدخل الكل ينخفض مع ارتفاع أسعار وهذا يسمى في علم الاقتصاد بالركود التضخمي الدخس القادم إن شاء الله سأقدم السياسة النقدية لا تنسوا الاشتراك بالقناة وهذا هو الرابط على القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة